اجابة الاسئلة اللي جتني عن العمرة اسئلة مهمة عن ازاي ما منساش عدد الاشواط واشيل فلوسي فين وحاجات تانية كتير هجاوب عليها في الفيديو ده خليك معايا لازم تكملي الفيديو وتعرفي اجابات هتخدي معاك فلوس قد ايه هتشيريها فين هتتحليلي من الاحرام منين كل ده هجاوبك عليه في الفيديو ده خليك معايا ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة اول سؤال عن الاشواط اشواط الطواف واشواط السعي في ناس بتقولي احنا بننسى جدا وانا واحدة منكو بنسى برضو وبعدين هي المسافة طويلة يعني هي مش المسافة صغيرة الدوران ده مش صغير بحيث ان انتي هتحفظي لا هي ممكن فعلا تنسي وناس كتير بتنسى فالحل ايه الحل ان انتي بتعملي قبل ما بتمشي من البيت بتعملي سبحة سبعة سبعة خرزات يعني بتعملي سبحة صغيرة كده سبعة خرزات ومع كل شوط بتخدي واحدة لحد ما تكملي السبع حبات دول فدي هتستخدميها في الطواف حول الكعبة وفي السعي فكرة كمان حلوة جدا ان انتي تعملي كزا واحدة من السبحة دي وتوزعيها في على زميلك في الفندق في الكعبة هي مش هتخد مش هتكلف معك كتير جدا بس في نفس الوقت آآ سوابها كبير طبعا لان اي حد هيستخدمها هيكون في ميزان حسناتك ان شاء الله فدي فكرة من افكار آآ الصداقات في العمرة آآ سؤال تاني طب اشيل فلوسي فين هتشيلي فلوسك فين هتشيليها في فيه امصان آآ بتتباع تحت العباية او الجلبية بتاعت العمرة الامصان دي بتتباع آآ في محلات المستلزمات العمرة بيكون لها سوستة كده في عند السدر جيب بسوستة كده بتحط فيه فلوسك والله دي اقمن حاجة وتقفلي السوستة او لو انتي آآ مش عايزة ومش عايزة تكلفة في الجيب الكيس الزمان بتاع آآ امهاتنا السيالة ده بتخيطيه بتعملي حتة مربعة بس كده وبتخيطيها وبتتنيها من الطرفين وبتعمليها بتدكيكيها كده بخيط او بشريطة ستان واللي هي بتشديها من الطرفين يعني تخلي فتحة من الطرفين وتدخلي فيهم الشريط من هنا وشريط من هنا وتشديها وتربطيها وبتعن لقيها في رقابتك وتدخليها جوة الهدوم ده الحل التاني الحل التاني شنطة صغيرة كده با اللي هي الكروس دي بس تكون صغيرة وتحط فيها الاوراق المهمة نمر التليفونات آآ الموبايل ودي ما تقلعيهاش حتى لو انتي بتصلي دي مش هت مش هتدايق في حاجة لو هي صغيرة خالص مش هتدايق في حاجة غير شنطة الظهر اللي بيكون فيها كل حاجتك اللي انتي محتاجاها الشنطة دي بتبقى صغيرة كده زي زي بوك كده صغير بس لي آآ ايد طويلة وبتعن لقيها كروس وبتصلي بيها آآ وبتطفي بيها مش آآ مش هتحسي باي حاجة ان شاء الله ومش هتدايق في اي حاجة آآ طيب سؤال تاني بيسألني عن آآ الكدش بتاع الاحرام كدش الاحرام آآ زي ما قلتلكم الكدش ده بتجيبيه من محلات آآ الاحرام اللي بتبيع لبس الاحرام وانا جيبته من العتبة شارع الجيش تقريبا محلات ابو الفدى هتلاقيها آآ هناك اللي لو عايزة تطفي بيه تجيبيه وبس ما تمشيش بيه في آآ في الارض ما تمشيش بيه في الشارع تخليه للطواف وبس وتشيليه بعد الطواف تشيليه وتخرجي تكوني واخده معاك آآ حاجة تانية تمشي بيها في الشارع لكن ده لازم يكون نضيف تماما وجديد تماما لو عندك مسلا تعب في رجلك ولا حاجة تقدر تلبسيها لكن انا بصراحة آآ كنت بطوف وزي ما احنا شايفين اهو في الفيديو في ناس لبسة شباشب وبطوف بيها بس دي لازم تكون جديدة تاني بقرر يا جماعة لازم تكون جديدة ما تلوستش في شوارع او في بتراب لأ تكون نضيفة وجديدة عشان تقدري تطوفي بيها آآ سؤال تاني عن مكان حمامات النساء آآ السؤال ده برضو انا جاوبته في كذا فيديو الحمامات دي هتلاقيها جنب بوابة الملك آآ فهد رقم تسعة وسبعين هتلاقيها آآ هناك طيب السؤال اللي بعد كده اتحلل من الاحرام فين في الآآ بعد الصفة والمروة على طول اركن على جنب كده زي ما انت بتقولي ولا لأ في الفندق احسن حد يشوفني يا جماعة الكلام ده انا قلته كتير والله انت احسن حاجة تتحللي في وقتها خلصت الصفة والمروة اوقف اركني على جنب وانت عاملة شعرك اصلا ضفيرة يعني انت عاملة ضفيرة هيبان منين هاتي على قدام كده ومن تحت الطرحة يعني هاتي الضفيرة على قدام ومن تحت الطرحة وروحي قصة او اخت ليكي لو هو شعرك قصير مثلا برضو هتعمليه ضفيرة صغيرة كده واختي ليكي من تحت الطرحة وهتقص دي طراطيف يعني دي همش هتقص كتير ده افضل حل يعني انما انت لو استنيت يا مطروحي للفندق ما انت مش عارفة هتقدر يتحفظي على المحظرات الاحرام وما تقعيش في المحظرات الاحرام في الفترة دي ولا لأ فالافضل اللي انت خلصت من هنا اتحللي عشان تكوني بحريتك ما يكونش فيه تأييد وما يكونش فيه ان تكوني خراص خلصت محظرات الاحرام عليك. آآ كمان السؤال عن الاطفال ناخدهم معانا ولا لأ هو انت عندك حل من الاتنين هو بصراحة انا بشوف ان هم آآ ان العمر حمل كبير بجده وتعب كتير آآ على الاطفال بس لو انت ما فيش قدامك آآ غير كده بتاخديه معاك عاديه بتشليه مثلا شوية بيمشي شوية لو هو بيمشي لو هو صغير او نونو مثلا صغير بتجيبي شيالة بقى وتحطيها وتحطيه فيها وبطوفي عادي بس تحراسي عليه ما تدخليش في اماكن الزحام يعني خليك دايما في اماكن طبعا تكون آآ فيها وسع عشان آآ بعد الشر نفسه فخليك آآ برا في اقتراح تاني ان في حضنات اصلا بتكون موجودة في الفنادق آآ بيستضيفوا الطفل ساعتين آآ لحد ما تروحي تعملي العمرة وتيجي آآ فانت قدامك آآ حل من الاتنين دول بس طبعا اغلبنا طبعا مش هيآآ آمن على ولادنا اللي يكونوا في حضننا فالحل الافضل لو هو صغير آآ الشيالة اللي بتجيبوها دي لو هو كبير هيمشي معاك شوية وهيقف آآ وهتشيليه مثلا شوية او هتريحي انت وهو بين الاشواط آآ دي اغلب الاسئلة اللي اللي جات هعمل آآ فيديو تاني عشان ما طولش عليكم بباقي الاسئلة والاسئلة دي كلها مهمة ان شاء الله هحاول لما هلكوا كلها في الفيديوهات بس تابعوا الفيديوهات بالله عليكم هحاول اجمعها لكم كلها بحيث آآ كل السنة انتوا طيبين عمر شعبان ورمضان على الابواب تكونوا رايحين ملمين بكل حاجة باذن الله وتكون عمرتكم على آآ آآ وجه ما تنسونيش من صالح آآ دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.